ملكة النباتات الوحدة طيب بدنا نحكي على ملكة النباتات في هذا الموسم اللي هي القردينيا زهرة القردينيا مش بس زهرة حلوة ريحتها يعني بتملي على رأي مين بتفحفح الريحة في البيت كتير حلوة وحتى لما منقطعها لما تكون عندك كياه مزهرة على شجرة نقطعها ونحطها بمي تعطيليها يا عيني يا ليل كيف هالك مهنسة أمن لقيمة تمام؟ كتير اجت استفسارات على زهرة القردينيا كيف نعتني فيها بالصيف وحتى بالشتاء كيف نحافظ عليها ما تموت؟ صباح الخير إليك وللمشاهدين صباح القردينيا صباح القردينيا تقولي ملكة النباتات محبوبة الجماهية مش معقول شو نبتة حلوة صراحة يعني وسهلة لكن بدي أبلش بدي أبلش بالسهل هي سهلة برا يعني خارجي أظبط من داخلي إذا بنا نبلش أقولك شو الطريق القصيرة زي ما تقولي هلأ إذا أنا بدي قردينيا صح حلوة أزرعها برا بالحديقة كتير أفضل تنزرع بالحديقة بالأرض بقوار لا مش مشكلة بقوار نبلش نقطة نقطة كتير بيجي أسئلة زي ما تفضلتي وكتير بيحتاروا فيها القردينيا أول شي هي بتحب تربتنا ما عندها مشكلة بتربتنا لأن هي بتحب التربة الحامضية تصريف صح يعني هاي أهم نقطة بالقردينيا رح أبلش نقطة والسؤال الأسئلة اللي بتيجي عليها يعني إحنا دايماً بيجي أسئلة أنه القردينيا بتعمل زرار بتسود زرار وبتوقع زيادة مي زيادة مي أه ولاحظي وأكيد مشاهديننا بوافقوني أنه خارجي ما بيصير هذا الحكي هي بس جوة البيت إذا أنا جبت القردينيا داخلية ما بتزبط عندي وبتغلبني موضوع المي وبتصير الأزهار تنزل هلا إحنا بنعرف أنه بالسوق فيه غاردينيا بقولك إيطالي وفيه هولندي وفيه بلدي وفيه البلدي ميح هي البلدي أحسن شي لأنها تعودت عجونا هلا الغاردينيا نوعين إشي أصله عقلة زي ما كنا نحكي لمشاهديننا كتير أنه بتاخدي عقلة وفيه اللي هي على مطعوم المطعوم الهدف منه أني أنا بجيب روتستوك أو أصل بتحمل ظروف جو أقصى من الطبيعية فمشان هيك هي بتتحمل أكتر فبتعطيني لما أنا بحط مثلا باخد غاردينيا حلوة باخد منها مطعوم وبطعمها على هذا الروتستوك بتعطيني غاردينيا بتتحمل أكتر لأنه جذرها قوي عرفتي فهذا الفرق بين بدناش نقول البلدية يعني البلدية حتى الإيطالية مرات بتكون مطعامة هلا الفكرة من الروتستوك إنه أنا أخليها تثبت عندي أكتر هلا المشكلة بالعقل هلا أنا باخد العقلين من غاردينيا بتجنن لكن لما تكبر متعطيني نفس النتيجة هلا ممكن تعطي جزء من النتيجة لكن دايما إحنا نقول ما بعطيكي تروتو تايب ما بعطيكي نفس الفكرة الأديمة علشان هيك دايما غاردينيا لما بتكون مطعمة على أصل أقوى بتكون أفضل خلينا نحكي جوة البيت بدها حرارة تكون يعني برود ما بتحب البرد لا القاردينيا ما بتحب البرد لا جوة ولا برع فكرة حتى بالبرد بتحسيها شوية بتتأثر ما بنا نحكي جوة البيت بعدين نحكي كيف نعالجها بالشيطة هلا جوة البيت بدنا إضاءة منيحة ما بدنا شمس مباشرة بدنا إضاءة قوية لأنها هي طبيعي نطة مزهرة فبالتالي بدنا يكون في إضاءة قوية عشان تزهر بدنا نوع من أنواع رطوبة ودائما بنقول رطوبة ما بتعني أبدا أنه أكون مغرأة تربتي رشيها إذا بتقدري ترشيها مية إذا بتقدري ما تكونش بمجرى هوا يعني ما يكونش قدام باب عم بفتح وبسكر هذا الحكي بنطبق بره عليها إذا مزروعة بقوار بره ما تكونش بمجرى هوا بره بنطبق عليها كتير ما لازم تكون بمجرى هوا شوفي هي بدها تكون زي ما بنحكي بالعامية مدرية مدرية من الشمس الحامية ومدرية من الهوى التيار هوا هدول التنين بأسروا عليها كتير هلأ الشمس سواء جوه أو بره هي ما بتحب الشمس المباشرة حلو بدها ضوء يعني إذا عندي ساعة شمس الصباح مثلا بترس وفيش ساعة الصباح كتير حلو أما إنه أحطها بموقع طول النهار شمس أكيد رح أخسرها القاردينيا ما رح تعجبها الموضوع موضوع القاردينيا هلأ صراحة من سنتين وثلاثة القاردينيا عم تزبط معنا بالحدائق كتير يعني هذا إشي فعلا ملاحظ يعني هلأ بتروحي على جناين بتكون القاردينيا بها الارتفاع يعني خلينا نقول متر وربع وفول بلوم يعني مش معقولة مليانة زهور بس نتيجة اعتناء فيها وتسمين موقع صح موقع صح أهم شيء الموقع الصحي كتير بيساعد القاردينيا التسميد زي ما تفضلتي أتليست مرة بالشهر بيكون كتير منيح للقاردينيا القاردينيا كتير بتعشق الحديد وإحنا كلنا بنعرف هذا الحكية بيبين عليها نقص الحديد على السريع طب قدش نعطيها حديد شوفي يعني لو أعطناها مش ننسمد كل شهر مرة مش غلط أعطيها كمان كل شهر مرة حديد إنه تربتنا فيها حديد مخزون حديد منيح ولكن عندما التربة تكون قديمة بتفقد الحديد إذن أنا كيف بدأ أحسن تربتي؟ بالسماد العضوي عشان نبتتي تاخد هذا الحديد فبالتالي إذا إنتي محقت تربتك صح وناكشتها وحاطت لها سماد عضوي القاردينيا خارجي ما بتعاني عن فكرة من نقص الحديد زي الداخلي سمبلي لأن الأرض معتنى فيها فتسحب كل الغزاء وبتكون هي مرتاحة إذن موقع صح الأرض صح ما فيش تيار هوا عليها سمبات صح يعني بإذن الله بضمن لك نتيجة رائعة وأنا عن تجربة بقولك القاردينيا ضبطت ببيوت بشكل رهيب وبيأخذوا منها للحفلات يعني بتكون عندها ست حفلة بتقطع زي ما أنت حكيتي وبتحط طب قدي بدأ شوف سألتك ياها ارتفاع آه قديش تكبر بتكبر بتكبر يعني فيه هلا عندي قاردينيا متر سبعين آه فيه بس إيش الفكرة بما أنك عم تسألي عن قديش بتكبر هلا أنا القاردينيا إمتى بقصها؟ خلصت خلصنا الصيف وإجا الشتاء طبعا إحنا بنعرف كلنا قصة الشتاء القاردينيا ما بقصها بالبرد لأنها تعرف بتحب الدفع شوي يعني جو بتفضل الدفع عن البرد فباجي لا يروح السقيع تماما أتأكد لبعد تقريبا 15-3 باجي بقص بالقاردينيا بالفروعة اللي ما بدي إياها الخشب باجي مثلا أنا ما بلزمني الطول القاردينيا بهيك أنا بدي أنزل مثلا عشرين سنتي باجي بقص بالارتفاع بشير الأفرع الجانبية اللي طالعة يمين وشمال مثلا غير مرغوب فيها فأنا بتحكم بحجم القاردينيا بالطريقة اللي أنا بدي إياها هلأ من في نقطة بس بحب أحكيها لما إحنا منطعم القاردينيا على الأصل القوي كمان فيه هلأ السوق بتلاقي لما تروحي على المشاتل طريقة التربية اللي هي إحنا منقولها التوب ياري أو الهاف ستاند اللي هي الستيك زي ما أنت شايفه ومن فوق الطابة فأنا صعب أربي القاردينيا بديها وقت طويل عشان أخذ هذا المنظر فهم بيجيبوا الأصل جاهز كبير لأن الأصل على فكرة في نقطة إنه إذا طلع من الأصل إحنا منقولها يعني فروع هاي بتطلع هيك الطريقة مش حلوة ورقتها مختلفة لازم تنقص هلأ هنا في مشروع فرع بالضبط أنا هذا اللي ذكرني لما شفته هلأ هنا في مشروع فرع هلأ هذا الفرع إذا طلع عندي الورقة مختلفة بتكون يعني إذا بتطلع هي ورقة القاردينيا ورقة الأصل تبعها هتلاقيها مختلفة هذا الفرع بيحكوله بالعامية سراق المياه هذا السعبير أنا ببارحي سمعتم سراق المياه نقطعه لازم لأنه هو رح يضعف نبتتي كلها هاي نقطة كتير هذا للناس اللي بدهم إياها تكون هيك إذا أنا بدي توبياري أو طابة من فوق مش معقول أربي القاردينيا عشرين سنة عشان أخذ النتيجة هاي سهلة كتير حلوة كتير بيطلع عليها عشرات آه يعني زي هون هلأ من هدا من رح يكون عليها احتمال كبير يكون عليها من هلأ جابتنا زيار عليها من لا أحرم عليها هايو ولا هل بس مطبعة شكله بس عفكرة هي يعني من الأشياء زي ما قلنا الورد الجوري بيضرب بالمن أول شيء القاردينيا نفس الشيء إذا جو البيت إذا هذا طبيعي يعني الجو هلأ مناسب لإلها أنه يصير عليها المن والمن سهلة ورشنا بروح ما في مشكلة وبصير عليها حشرات قشرية وبصير عليها الدباب البيضاء هاي كتير مهمة الدباب البيضاء بتشوفيها بتنط حولين النبتة بطريقة يعني مزعجة وإذا حركتي النبتة بتطير أسرع بتصير نرشها بره وجوه بنقدر حتى لما كذا كان جو البيت نطلع بره خلينا نطلع بره بمكان فيه ونرشه بدن طب إحنا بنشتري القاردينيا من محلات النبتات تلاقيها عنده هيك الأد فيها عليها عشرة وردات صح يومين نخدها على البيت بنزلوا الوردات تغيير لأن الداخلي شوي حساسة وأنا قلتلك الأنجح الخارجية طب أنا جيتنا اشتريناها منظرة حلوة إيش لازم نسأل على البلدي اسألي عن البلدي نصيحة يعني هو أنا ما بصير ممكن أحكي بس حتى الإيطالي هلأ صاروا يجيبوا من إيطاليا وعلى مطعوم قوي بس إيطاليا تقسم زيناء عندهم شعب بالصيف أه بس حلوة وبتضل عنا حلوة بتضل عنا برجع وبقولك خارجي أضبط أضبط إذا بدك تقارني بس إذا بدك إياها في البيت حرام يعني كمان إحنا ما نزرعها والتربة تكون صح ابعدي عن تربتنا بيتموس حاولي تحطي بيتموس إذا ما اضطر أخلطي بس يعني البيتموس أحسن لها بيتموس أحسن لها خلينا نحكي أكيد أكيد مية بالمية والتصريف صح والتصريف صح وجبونا الجالكسيا محمد خلينا شوف إذا في أسئلة على القردينيا ونسأل عن النباتات الثانية اه هو أنا شوفي النباتات الثانية يمكن مش رح تاخد وقت القردينيا بس معي ثلاث نبتتين سوري في عندي إشي اسمه طبعة الدبوس طبعة الدبوس اللي هي إمبيشنت ستاتنا كلهم بعرفوها بدي أجيب هاي لعندي عشان ما نخربت بس هاي طبعة الدبوس أيوا هاي اسمها طبعة الدبوس نبتة ما بتحب الشمس يعني إذا بنزرعها جنب القردينيا بتكون متازة ما بتحب الشمس تحب الفضل يعني هذا الإشي اللي إحنا مش كتير بنلاقيه إني ألاقي نبتة ما بتحب إضاءة ومزهرة بنفس الوقت اللي هي طبعة الدبوس أو الإمبيشنت ما بتحب المي كتير وما بتحب المقابل تعتاش ألوان اللي معي ألوان الزهري لكن في منها بسوء على لون أحمر كتير نبتة حلوة وبسيطة وستاتنا بحبوها مش كلتها يمكن هي الأصل مش حولية لكن هي لعننا بالبلد بتنضرب بالبرد علشان هيك يمكن ما نقدر نحافظ عليها من سنة لسنة إلا إذا كانت بقوار وفوتناها على البيت بس بشكل عام سهل جدا جدا في سؤال بقول قاردينيا حلوة كتير لكن خربت عندي ما بطل ما عاشت معنو يعني واضح إنو اشتروها بسعر مرتفع بدي يكون زي ما قولت انت مية كتير ما خربت لأني مية كتير مكان غلط أكيد يعني إحنا منحب لهم يسمعوا هاي النقاط عشان اللي عندو نقطة غلطة يحاول يتفداها أمممممممممممم بالفكار هلأ السجادة بتحب الشتعتاش بس بالمقابل المي اللي كتيرة خاصة إذا زارعتها بتربتنا بتضايقها عرفتي فممكن تتحروا أطرافها من هذا الحكي في سؤال مش بطال بقول قديش بلزم وقت لما نروش الدوالي بعد قديش وقت نقط نقطفه مشان يقدروا دائما إحنا منقول له السيفتي تايم اللي هو بعد الرشة منقول يعني من خمس أيام لأسبوع هلأ فيه شغلات ما بتقدري فيه ناس بياكلوا بعد ثلاث أيام بس خلينا على الخمس أيام أفضل خاصة هلأ العنب مش رح يتاكل إلا إذا بده ورقه هو بده الورق آه يستنى يعني خمس أيام بيكون هو أكيد بالسيف هلأ هاي اللي حكينا عنها هاي طبعة الدبوس فيها ألوان التنتين هاي إشي مختلف هاي إشي ثاني آه صحي بس بيشبهه بعض كتير الورقة مختلفة الزهرة قريبة من بعض بس هاي اللي على الكاميرا هلأ فينكاروزا الفينكاروزا بتعرش هلأ فينكاروزا هاي بتنزل تنزل بس ضعبت معكها بس فيه فينكاروزا قائمة بسو هديك بتطلع بشكل لفوق وحلوة حوليه هلأ الفينكاروزا حلاوتها إنها بتعيش من هلأ بيجونا لآخر الصيف يعني اللي زرع بانسيه هلأ بيبلش البانسيه يتعب آه خلاص فبديل لقيله الفينكاروزا لأنها بتضل شهر عشرة وحداش وحلوة بتكبر بس برتابة يعني ما بتعبي بطريقة مش حلوة خضارها حلو بالماء فيه سؤال بيقول أفضل طريقة للعناية بالورد الجوري أفضل طريقة للعناية بالورد الجوري هلأ إذا الموقع صح وسقاية صح وتسميد صح يعني يعني طبعا الجوري بيحب الشمس المباشرة بيحب التسميد سماد العدوية بنرجع بنأكد عليه سمدوه مرة بالشهر عشرينات إذا منقدر عشرين عشرين الورد الجوري كتير إشي سهل صراحة سهل سهل يعني وما بده عناية وحتى الأصناف اللي عم بتفوت جديدة عن البلد برضو سهلة زي ما تفضلتي أكتر شي بالربيع بضربه المن رشة بسيطة بتجيبه ما إيجات أول رشة الرشة التانية ممكن نرش ونشيل الزهر الطافي آه دايما نازم نشيله نفت الوردة ولا نقصه هاي الغلطة الشائعة كتير شكرا الورد الغلط أنه بيجوا بيشيلوا الورق وبتركوا هاي بتصير ثمر هاي بتتعب النبتة فأنا بدي أقص على الأقل على أربعة أو ثلاثة نودز إحنا بنقولهم اللي هو البراعم ما باجي بأقص حتى الراس بنزل ثلاثة أربع إحنا بنقول انتر نودز يعني أنه بين كل عقدة والتانية أربع عقد وبعدين بأقص بشان تعطيني وردة جديدة يعني مش إنه إنه لقينا الوردة نفسها ديبلة تلقى نسحبها هذا أكبر غلط بسبب إسفرار وإسوداد وسقوط الأوراق للغاردينيا داخل البيت بسقيها مرتين بالأسبوع وبسمدها كل أسبوع يعني يمكن كتر السمات كمان بحرقها هلأ إحنا ما منحبز بالداخلي يعني كتير تسمدي مرة بالشهر بكفي الداخلي شوي صعبة بدها دير بالها على المية بتسقي مرتين بالأسبوع I think إنه كتير لأنه بداخلي ما فيش عندناها التبخر لسه الأولى هلأ ممكن تعيش القاردينيا في أبوضبي أكيد بتعيش جوه البيت بس مع المكيف حتى لو حتى لو فيه مكيف نحطه عند الشباك إذا فيه غرفة ما فيها مصنطول الوقت وحتى على الفرندة بتعيش مني طبعا بتعيش والله أكيد بتصببت مني تصدري لنا وراء ورد هي مظبوط في معنى اتصال طيب قبل الاتصال هل القاردينيا مبيدات خاصة؟ لا يعني الخاصة إمت بتصير المبيدات خاصة؟ لما بتفرق معي الإصابة العناكب ما لها علاقة بالحشرات المبيد الحشري ما بيجيب العناكب المبيد الحشري الضعيف ممكن ما يجيب الذباب البيضاء اللي بتيجي على الفرق مش الفرق بالنبتة الفرق بالإصابة نفسها قبل في معنى اتصال بس قبل الاتصال في ناس بقول هل القاردينيا هي نفسها نبتة الكلونيا؟ لا 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 مالهاش علاقة الكلونيا شيء مختلف الكلونيا نبتة وهاي نبتة تانية بزبط وفينا أخذ الاتصال ألو أم ياسمين يا أهلا كيف قد يالا؟ أهلا يا أم ياسمين من نور الساسة الله يخليكي ممكن أحكي مع فضلي معاك المواندسة أمل صباح الخير صباح الورد بدي أسألك أنا عندي زارعة بره البيت شجر الكلستار حلو بس بلاحظ عليه دايما بنيل للإصطرار وما بحسيك منتعش أو إنه بيكبر يعني أنا اللي زربتهم سنتين إنه نموهم بطيء جداً نموهم بطيء جداً زارعتيهم بأحواض صغيرة لا كبير كبير الحوض أه أصفرار ولا نشفان عشان في فرق لا أصفرار أصفرار هلأ أنت بتعرفي إنه القولدستار لونه على أصفر أه هو لونه كثير يعني مصفرين بتحسيهم هيك دبلانين و على الأغلب على الأغلب يعني ستهم ياسمين أظن إنك عم تعطي مية زيادة القولدستار المية زيادة مع الحم اللي إحنا هلأ فيه كتير ممكن يضرب فطري فبدك تديري بالك على هذا الحكي نصيحتي لإلك تجيبي مبيد فطري للعفن لفطريات التربة تخلطيه مع شوية سماد وتسقيهم على أسبوعين يعني حتحسي فيه فرق وراقبي المي أكتر ودايما بنقول ما نحكم على التربة السطحية دايما التربة اللي فوق تعطينا انطباع إنه فينا شفان فدايما إحنا نحفر وننكش أرضنا لأنه هاي النكشة حتفوت هوى بالتربة وتحسن خواصه بالإضافة لسه معدل عدوي طبعا شكراً ست أم ياسمة تمام بدك تحكي على هذول أي شيء بدي أحكي إنه المي والمي والمي هلأ المي ما نزيدها يعني إحنا ما منقول نعطش لكن بنقول يعني نبتة زي طبعة الدبوس مزروعة بمحل ما في إضاءة كتير فبالتالي ما عندي تبخر كتير فبدأ أكون حذرة لأنه ببلش وراقه يصفروا طبعة الدبوس كتير القاردينيا هي في محل ما في كتير شمس فبالتالي أكيد التبخر سيكون أقل ندير بارنا على إنه نوازن بموضوع المية ما نكتر هلأ الفينكروزا أخر شيء اللي طلعت معنا على الكاميرا أخر شيء الفينكروزا هي نبتة حولية هلأ منحب أن نزرعها بجناينا لأنه بتمشي معنا لآخر السيف زي البيتونيا مثلا يعني إذا بدك تزرعي بيتونيا أو فينكروزا كتير حلو هلأ بهذا الوقت قلت لي بالنسبة أنا عندي قاردينيا جتني هدية كان عليها كتير وردات قعد أسبوع بلا شو واحد وورد تانية تك 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 ضلت خضرة كانت الدنيا شتاء حافظت عليها قدر المستطاعي كأحطها جنب التدفئة كذا هذا مشي حالها هلأ يوم هيك بصحة بلقي وردة فجأة ما انتبهت عليها صرت أدير بالي عليها أورجي كنت حطتها للتصريب فلما لقيت طلعت وردة درت بالي عليها بس أما حطت لها ولا نوع سماد من الشتوية لازم أحط لها هلأ يفضل تحطي لها قديش الكمية السماد اللي أحط هلأ شوفي إذا عم نحكي عن سماد العشرينات اللي هو متعارف عليه بيننا كلنا واللي هو بيفيد جميع أجزاء النبتة فوق الأرض وتحت الأرض يعني لو حطينا إذا بدنا نقيس مثلا أزاست المي اللي إحنا اللتر دايما إحنا بنقول معلق عليها وبس نبتاتي ونزعيها يعني اعملي مثلا كل 15 الشهر بسمد نبتاتي يوم ما أروي بس بحط معها السماد فهذا يعني فكرة منيحة وبظلك أنت حافظة يعني نعمل دايما موعد لريتنا موعد لتسميدنا مشان نريحنا بقدر أخلط الحديد مع السماد هداك أكيد قديش حديد بنحط الواحد يعني عما نحكي عرض أليس عار أنت مشاهدة ودتيmes استخلطي الأرض ichani بمساي أنت مشاهدة أتعلاجك حسب يوم ما شيؤيفRecري Lane حسب الحاجة أ plush أليس عضر أليس عضر حساباتي على أيا هدين لا نص نص لتر هذا مثلا بالكلام أبدا 6 inglés مرة الاسبوع في غرب نоминаه عن مي لا ك objet أنت قلتي اللتر بدي أحطه أنا بدي أسئي وقتها بدي أسئي بالشهر حطيتي بالشهر أدي بدها هي بالأسبوع أسئيها هلأ شوفي بالبيت مرتين بالأسبوع منيح لنباتات بالصيف كتير لكن أنا برأي هلأ لا هلأ إحنا ما وصلنا لمرحلة مرتين بالأسبوع شون هيك اللي بعتتلنا أنه هي عم تسئل غاردينيا مرتين أتوقع أنه عندها زيادة بالمية يعرفتي فإحنا خلينا على كل أسبوع مرة لا نوصل لمرحلة أنه الحم أكتر يزيد بعتتلنا أنه عندها هيك يعني أكيد صار عندها تعفن شوي حتى بالتربية وفضل أنها تقدر تغير التربية عليها يعني إذا حسيتي التربية كتير صارت مية وصورية يعني مرات حتى بطلع ريحة تعفوني أكيد طبيعي أنه أفضل أغيرها ببيت موس جديد بس أنه قبل ما أنه قولنا بتتي خليني أعطشها مش تعطيش كتير لأنه حتى لو التربية عتتت شوي حتى لو لأنه رتبة كتير واحد سوري يعني مش متمرس ممكن تكسر معي التربية بتفلت بتسحل فعشان هذا مش تعطيش بس أنه قاتليس ما تكونش كتير مية عليها مشان لما أصحابها تطلع كاملة في معنا اتصال أم أمل هلو هلو صباح الخير يسعد صباحي أعطيكم العافية الله يعافيكي الله ينور عليكم يا ربي الله يخليكي أمان هلا أهلا فيكي بقدر أحكي مع المهندس زومك معاكي أماندك الله يعافيكي صباح الخير صباح الورد بدي أسألك بالنسبة للدالية عندي أنا دالية عندي الورقة عند فيها هيك مجاعدة ومخزقة الورقة هي دالية شامية إيش دالية دالية إيش دالية شامية بولوشة حلبية حلواني حلواني أه فهي الورقة عندي مجاعدة شوية ومخشنة وبرضو مخزقة فشو أعملها موعة فرشيتها مرة أنا بالدواء فيمكن أكون غلطانة بالدواء أو شغلة شي ما بعرف يمكن إيش يمكن إيش يمكن غلطانة بكمية الدواء بس عليها برضو من عليها من الأسود تحت الورقة بما أنه عليها من أسود معناته أنت أكيد غلطانة يا بنوع الدواء يا بالنسبة لأنه المن مش صعب يروح يعني أي مبيد حشري بيجيبه فإحتمالي كبير أنه طريقة الخلط للدواء كانت غلط احتمالي كبير الدواء مش قوي كفاية لكن أنا بمصحك تتأكدي من هاي الخلطة ترشي مش مرة رشي أول أسبوع وبعد أسبوعين أرجع يرشي خاصة بهذا الوقت لأنه العنب هلأ عمل الحب الصغير عقد فإحنا إذا رشنا بنضمن أنه ما يصير إصابة بالحب الورق كمان شوي هلأ النوع اللي عم تحكي عنه الست أم أمال ورقته كتير حلوة ونعمة والكل بيحب يلفه صراحة ورق بس بعد فترة بيصيري خشة بشوي فأنتي بس إنه شوي التسميد والعناية الشتوية للعنب كتير كتير مهمة مهمة صراحة يعني الرشي والقص والهيكب الشتاء بفيد لأني أنا بقضي على الحشرة من الشتاء بالطور السكون بيكون قضيت عليها بالرشة الشتوية يسلموا تؤمري شكرا على القردينيا شكرا على المعلومات الحلوية لأنه تقريبا يعني معظم البيوت في عندها قردينيا وبالضبط اللي زارعها بجناني واللي زارعها على الفرندة واللي جوه البيت صراحة كتير بحبوها وإن شاء الله أكون قدرت يعني أوضح شوية أمور على ذلك إن شاء الله مبين معنا مبين مبين على الإنترنت هلال فيدباك شكرا على المهدسة أمان تسلام